موسيقى شوف يا الغالي دائما الحاجات كلها تبدأ بأول مرة قل لي كيف؟ قل لي قل لي عادي يعني اول مرة تسوق سيك البيت الواي يحطولك العائلات اللي عليين بتسندك واول مرة انت صغير قل لك بروح رحلة حرفيا وذي اليوم ما تنامك والرحلة طبعا تكون في الغيل وانت تروح معك كيس معك بدلة حق الظهر معك بدلة حق العصر دا حين انا اعرف ناس رحين 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 للمشيرة بس بدون قربة وانت ايضا عزيزات المشاهدة اول مرة تدخلين مطبخ ولا اول مرة تروحين المدرسة يعني حاجات حلوة كل هذا الاشياء تكون بداياتها حلوة والمشاعر مختلفة يعني ولكن في الجنب التالي في حاجات صح انها تكون اول مرة بس مش ضرورة تكون حلوة يعني مثلا اول شعور اول يوم لقيت مضغة فيه يعني هذا مش حلو يعني يعني البداية انت تقول اه مع الشباب بنير ومندرسة بعد انا اقوم ليشعت يعني عادي يقولولك صاحبك شوة بدوخ بدوخ عادي يقيم بذن وبرضو ايضا ايش اول رشوة واول رشوة غالبا ما تكون تحت اسم الرشوة اه تكون تحت اسم تاني يلقون لها اسمها غريبة يعني حق الشاهي حق الاولي حق التعب حق العمال حقنا وصحابي حق حق الحارة حق اي حد في الحياة يعني باختصار الرشوة هي ايش انك تعطي فلوس لأي حد مقابل انه يلقي لها خدمة او انك تأثر على قرار موظف او صانع قرار في اداء واجباته الرسمية يعني عشان مصلحتك الشخصية يعني هاد التعريف لو اه بحثت في جوجل بيقول لك بون ابسوه لكن ايش هو التعريف اللي احنا عرفناه اللي بنقوله الان يعني شوفها في لها كم كلمات محدودة يعني عن ما انك تعطي من تحت لتحت او من فوق اي بس هذه هو التعريف انت الان قلي قلي بغيتك تقوللي كيف من تحت لتحت وكيف من فوق لفوق هادي من تحت لتحت الا بتقوم مع موظف عادي يعني بيعبلك ورقة من تحت لتحت يعني بي Спасибоلك حيات بخاريك بسرعة انت هنا تعطيه ها برضو من تحت لتحت وهو بيقولها اي حق الشاهي وانت هنا لو مش فاهم بتعطيه 100 ريال حق الشاهي لانه انت محس بانه الشاهي حق هادي لكن هو يكلمك عالشاهي حق ستار بوكس لانه غالبا هاده حق الشاهي تكون من عشرة وما فوق يعني حرفيا تروح عند هادي تقول ابو ايمان هات مع عشرة الف شاهي حرفيا هنا ابو ايمان بيقفل وبيروح تريم يعني حلاز هاده ليس ومو من تحت لتحت كيف من فوق لفوق هاده طبعا ما تكون مع الموظف المسكي لا تكون مع المدين اللي فوق حتى طبعا ما تكون بالسرقة تكون بالواضح موقعاته يكون في عقد يعني هاده ياما انك انت تتصل عليه ولا هو يتصل عليه والاتصال يكون سريع طبعا هو خلاصته واه انه بغايتنا لمشي حقك هتحقي هاده عشان تكون واضحة لك وعلى بلاطة ومثلا يكون مسؤول كبير ومقاول مثلا هاده من فوق لفوق يقول له خالي الريال يقبل المشروع حقه هلان اللي بنفده ولك حقك مويود ويتفقون عليها قلت لك والله يتصل بالشركة العمانية ويقوله هاده 3 مليون دولار بمشي حقه عشان كده نقول لك قالولو ها ده حزب نفسه باليمن خلاص واضحة لك بالنسبة موضوع ها من تحت لتحت من فوق لفوق وفيها طويل العمر فيها سباب وايدي للرشوة أبرزها انه ماشي محاسبة للشخص المر والموضوع بالعكس يمر ومرور الكرام وكانه ماشي يحصل والسبب انه تحصل المكان نفسه والبيئة والادارة نفسها هي فاسدة والجو كله مناسب للموضوع يا شيخ لا نعرف بعض ادارات لو مخريت حاين الناس المويودين صدقنا ما بتحصل اي حاية خري حق عمك سالم وبتمشي موركس مع الكلام وفي بعض المواطفين يعني اطور الموضوع كده وخليه رسمي ويقول لك حقه وحق المدير مع انه المدير مش موجود يعني باشي روح اخير طواب يقول له هذا حقه المدير هنا يتفاجئ يقول لهم وين هذا ويرد عليه يقول له هذا الإيرادة حق الادارة المهم المدير يقول له يزاك الله خير ويحطه في الصندوق المهم حياة وايدة وفيه اشخاص يب والله لو فيقع عليناه طبعا مغبد كرسة اميهم صدق انه فيه مكان او ادارة حكومية يعني موقعها في الديس عند ال اه عشان راتبي بس ما عليش مربوطة باصحاب برع وجاءت فترة من الفترات الادارة عندهم زحمة عندما تحصل دحقة ريلك وانت بغت دحقة الختم حربيا بس ما تحصله طبعا هذا الصبح نحن نكلمك الختم ما تقدر تحصله لكن العصر مويود وتحصله مبتسم وهم طبعا ميحبوا يتعبون الناس ويقولك بس وها خمسة عشر الف يعني ديل خمسة عشر الف من فوق الى متحد طبعا ويشلونها بشكل رسمي لعند المدير ويختمها وانت في اللحظة ديل مضطر ومحتاج للختم يعني فتدفعها الخمسة عشر الف هاده الحاجات حرفية للواحي احنا فيها ما انت داروا تضمها وام النوع اللي ذكرته لكم ديش يقوله من الوسط للوسط حرفية كده هاده الرشوة يسمونها الرشوة العصرية يعني فاهمين الفكرة عارفيا يعني وفي نوع ثاني انك تكون موظف بس انت مد اوم يعني بس عشان هاي تشار المدير حقك يمشي امورك ما يلقي لك تعطيه عشر الف شوفي يا طويل العمر وانت برضي يا طويلة العمر يعني لازم تعرف انه هاده الرشوة اصبحت في بلادنا يعني واك شي عادي جدا في كثير من الدوار الحكومية والخاصة واحيانا بعض الامور معد تمشي الا لما ينطرح حق اشيائي وفي بعض التجار طبعا ليطرحها الرشوة يخرجها من قيمة الوضاعة نحنا ندفعها لون المواطنين ايوه 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 نحنا اللي ندفعها تعاسبوا منه اخدنا كلام بعض الاحصايات اللي بقولها لك في واحد من المواقع عندنا كده سوى استبيان حول موضوع الرشوة وحصل انه 69 من اللي شاركوا معا في الاستبيان دفع الرشوة ايوه الغالي لو يجينا نتكلم على المناطق والحاجات هادة المناطق الشمالية الرشوة فيها بشكل اكبر وصحابنا هلية ما هم نسيين لا لا بالعكس وصلت لمرحلة ممكن في بعض مرات يعني ألعن من دلاء يعني مثلا في صنعة وصلت 74% الدوار الحكومية الرشوة وفي اعدن برضو 53% يعني باختصار الرشوة اصبحت كده واحد زي السلام عليكم طبعا تحس الموظف يعني لو في الشهر هذا ما طلع اشي رشوة يزعل يزعل يعني يعتبرها حافز ولو يقدم ولو الشعب المهم من خلال الموقعي خلنا بعطيك واه بعض انواع الرشاوي يعني النوع الاول اللي هي الرشوة الاجبارية قل لي كيف هادة يا الغالي لازم تدفعها عشان تمشي امورك ولا انه توق انت ما بغايت تدفع شوفوا الورقة ما بتمشي ولا التقرير ما بيمشي وصل القبح في بعض الاماكن انه بيعطونك سند على الرشوة اللي تدفعها تخيل من قوة السعد هادة يسمونه النوع الثاني اللي هي الرشوة المتحايلة برضو قل لي كيف هادة الرشي يدفعها تحت مسمى اخر طبعا هو في هادة اللحظة يدفعها واه وهو كده طاهلك وجوه اخر انه ناحنا ناس ما ندفعشي رشوة هادة النوع تحصله خلنا نعطيك فتالي في واحدة من الجهات الحبوبة عندنا هنا يعني قدمولهم عمل فني عيدي قالوا لا مسيقه حرام وفي نفس الوقت كان عليهم مخالفة بتقفوا المحل حقهم وبتعطوا للسمعة حقهم دفعوا الرشوة بالريال السعودي عشان هادة الموظف يسكت طبعا الموظف اول ما شافوا رشوة بالريال السعودي اول مرة حد في بلادنا يدفع سعودي ان شاء الله راح مصر اه ولا غاني حرام فعشان كده بعض الناس يحاول يسلك النفس ويسلك الوضع هادة كيه قناع نفسه النوع الثالث ايضا من الرشوة يسمونه ها حق الختم ولا حق العمال معليش اخر مرة قللي كيه خلنا احنا بنفترض لو معك تقرير هادة التقرير يشلوا واحد سمسالة عند الدكتور هادة الدكتور طبعا يوقع على الورقة على طول ويكتب هادة الحالة المرضية لو بتسفرونه غير مصر افضل وكان عندي كله دي طبعا بعشرين الف كم في الميش الدكتور الله الله وعلا النوع الرابع طبعا الزمل اللي يسودوا بوجهنا معليش انا يعني ضروري يتكلم عليكم الصدق في البرومو يعقالول يتكلم عليكم بعض الاخوة الاعلامين صراحة بسودين بياهنا يعني الرشوة حقه بخمسة الف ومن تحت الضرب يعني سمعتنا صراحة عند الفهمين الفكرة الموظفين الحكوميين نقولك صحاول كم يستلمونه يعني في بعض الدول الحكومية يستلموا اكتر منك هادة طبعا الرشوة تكون مقابلة انه ما ينشر او عشان يسكت بعض الاعلامين عشان غدوة مندي تخيلوا يوصوه يقولوا كم يوم مضغوط اي حتى صيادين ميم يسكت ساكن فعشان كده صراحة يعني نوع من انواع الرشوة اللي يسمونه السوادوية هادة النوع اسمه سوادوية ولا بعض الاعلامين بعض الجهات عشان تسكت يقولوا خلاص روح السوق نقولك اتكلمت لك الريال اناك يقولوا بس مع الشعير يقولوا والله ما بقدر اليومين دمعني جرد سودفوا بياهنا الصدق يعني البعضة في فيديو يوضح الوضع كامل كده بشكل مختصر شوفه وترجع اصدت اخر بالله اشوفه ورجع بسرعة هاودر يا فاندم ها ارارك الخدمات الموجودة اندر اصدت اختهون طبعا زي ما تشوفون في المشهد المشهد مختصر هو انه هاد المواطن طلب من الموظف حاجة ممنوعة والموظف معروف انه رفق فقام هاد المواطن حاول يسوي اي حركة عشان يعرف وبتكرى هاد الطريقة انه يعطيه الفلوس داخل بروشور بس بطريقة فاهم فكرة انت انت من تداري الشخص دي بيوافق انه يمشي معك ويأخذ المبلغ ولا ما بيوافق عشان كده ضروري لس سبا نقيله هاد الحركات هاد المشهد بشكل عار طبعا يتكرر في حياتك بشكل كامل ونفس اللي جالس نحكيه لكم عليه من اول الحلقة هاد الشعور اللي يحصل باك اول مرة في حياتك من تداري دي بيوافق انه ما بيوافق تدفع الرشوة بس بعدين تعرف انها الرشوة يعني وزي ما شفت الموظف يعني ويحاول ما يبيل لك انه ده ولكنه بغاها صدقنا بغاها وهاد اللي من تحت لتحت يعني اللي من فوق لفوق مشكلة ما يصوره يعني ما عليك في الختامة طويلة العمر طبعا لكل فرد احتياجات ما بيشبع ومصالح بغا بيسويها وواجب على الدولة انها توفرها وتلبيها لكن في بعض المواقف هذا الشي ما يحصل فيضطرون انه مستخدمون اساليب ثانية عشان يحقق هدفه تحت مبرر انه لغاية تبرر الوسيلة وهذا اكبر غلط هذا اللي يساعد على انتشار الفساد تحت هذا المبرر وبرضه على الدولة مفروض انها تزيد راتب الموظف لما امتبه يتمع لنفس الراتب عشان ماشي غراءات تجيله يا عمي يزيدون واه وقدها حاية داخل الشهر يعني اعرف ناس بالمليارات راتبهم عادوا يدور الفتاح فيت يعني المشكلة هنا انه كل ما زاد راتبك كل ما زاد الرشوة اللي انت تستلمها يعني انا جيت اليوم ونقول لكم يا اخي بطلوا بطلوا من الحركات هذه اللي وصلت نحن للوضع يارب نشوف بلادنا خالية من الرشوة انت دفعت شي رشوة من قبل؟ شوف المسكين هنا شوف بالله رشاوي دفعتها في كل الادارات الحكومية عندهم كم مكاتب كم مكاتب المهم يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة